اليوم في هذه اللحظات اللي رأينا نتحدث فيها يشارك 52 دولة و 3 منظمات دولية في جلسات استماع شفاهية أمام من؟ أمام محكمة العدل الدولي في أي قضية؟ في قضية رفعات ليس الآن وليس حتى العام الماضي إنما قبل سنتين الجمعية العامة آنذاك للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية أن تنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب من ستة عقود وسوء معامل الشعب الفلسطيني كان هذا طلب من الجمعية العامة المتحدة وأنا ذاك كانت سندات الدول لكنه لم يكن ذو أهمية كبيرة فالقضية الفلسطينية شبه ميتة وأصحابها كثيرين تخلوا عنها الأنظمة العربية تتطبع مع الكاية الإسرائيلي أو أنظمة أخرى خائفة أو متواطعة في السر فالقضية الفلسطينية كادت أن تختفي من عن الأنظار لكن نتيجة لما حدث بعد 7 أكتوبر واعتبارها اليوم على رأس الأجندات العالمية جعل كثيرين من الدول وهذه لأول مرة 52 دولة تشارك كلها في مرافعات ضد الكائن الإسرائيلي في محكمة العدل الدولي مثلاً في 2004 نظرت محكمة العدل الدولية في قضية الجدار قبل 2004 وصدر القرار في 2004 الجدار في الفصل العنصوي واعتبرت محكمة العدل الدولية قبل 20 عام أن الجدار هذا هو جدار غير شرعي وغير قانوني وهو منافع القانون الدولي كان ضربة كبيرة للكائن الإسرائيلي صحيح أن إسرائيل ومناصريها ومدافعيها وداعميها لم ينفذوا القرار واستمر الكائن صهيوني في توسيع الجدار لكن ناحية الأخلاقية كان إدانة كبيرة جداً له وربما بعض إخواننا أحياناً يقول لك لا والقانون الدولي والعالم هذا ما يجيبش نتيجة القانون الدولي ما هوش بديل على المقاومة الشعوب تقاوم الشعوب المحتلة عليها أن تقاوم وأن تسترجع حريتها بالمقاومة وعندما يكون استعمار بما فيها المقاومة المسلحة لأن القانون الدولي يسمح بذلك أيضاً لكن عندما تكون لديك إمكانيات أو منافذ أو فرص لإدانة المعتدي بطرق أخرى بما فيها القانون الدولي والساحة الدولية هذا أمر جيد هذا أمر جيد لأنك أنت هنا تكتسب على الساحة الدولية اليوم وش لي خلي ما الذي يجعل الآن شبه انقلاب الموقف العالمي حتى داخل الغرب بطرق نشوفه الاتحاد الأوروبي وش قال اليوم هو نتيجة للصمود الشعب الفلسطيني شجاعة وصمود مقاومته مما دفع كثيرين من الناس للتظاهر من أجل غزة نتيجة للوحشية والهمجية السلونية أدى ذلك إلى التأثير في كثير من الدول وكثير من الشعوب هذه الشعوب في بعض البلدان أثرت على المسؤولين وأصبحت تحاصرهم في بريطانيا في أمريكا في الولايات المتحدة في كندا في كثير من الدول في أستراليا أي للمناصرين لهذا الكيان جعلهم هؤلاء فيما بعد يتأثرون ويخشون على الانتخابات وإلى آخره بدأ التغيير في موقفهم بعد قليل أيضا نستمعه ربما لأحد اللي كان مع الكيان الإسرائيلي في المطلق زعيم حزب العمال هنا واللي قال نعم من حق إسرائيل أن تقطع الماء والخبز والأكل وكل شيء على الفلسطينيين بعد نستمعه لرأيه ورأيه الآن أصبح معاكس تماما إذن عندما تأتيك فرصة على الساحة الدولية سواء في المظاهرات في الاحتجاجات على الإعلام العالمي القانون الدولي فاختنم الفرصة هذا ليس بديل على المقاومة لكن لماذا تتخلى عن أدوات تدعمك وتقوي موقفك وتوضح صورتك للعالم؟ لا ننسى أن الفلسطيني والمسلم عموما مشيطن وأن الكيان الصهيوني وداعميه وهو الذي يسيطر على كثير من الإعلام العالمي شيطن الفلسطينيين ويشيطن المسلمين وهناك تصرفات لفلسطينيين ولمسلمين أيضا ساهمت في ذلك إذن قضية غزة الآن هي جات كفرصة لكي يكون هناك رد على البروباغندا وعلى الشيطن التي تعرض لها خاصة أهل فلسطين فلنقتنم الفرصة أنا أقول هذا الكلام أنا دبلوماسي في الأصل وأعرف تأثير دبلوماسي تأثير الدبلوماسي مهم ومهم جدا الدبلوماسي الإعلامي القانوني هذه كلها أدوات يجب أن لا نتخلى عنها وأنا أقول هذا الآن ونذكر بها مش فقط في قضية غزة في قضية نحن أيضا نحن أيضا نخوض معركة تحرر وستشتد مع الأشهر والسنوات القادمة في الجزائر وفي المنطقة العربية ككل لأن المنطقة العربية ككل بشكل أو بآخر محتلة بدرجات مختلفة عن طريق وضع أنظيمات هي عبارة عن جواسيس تسمى أنظمة حكم أولي أمر عند المداخل فيجب أن لا نتخلى عن أي آدات من أدوات النضال والمقاومة في أوضاعنا نحن سلمية أهم فيها الإعلام الدبلوماسية التظاهرات الاحتجاجات إلى آخره لأن أسوأ شيء هو أن غدا جزائرين يحملون السلاح ضد هذه العصابات ستكون كارثة على البلاد وعلى الجميع إذن الأدوات هذه يجب أن نتخلى عنه إذن قلت هذه 52 دولة إذن وراح كل دولة لديها نصف ساعة لترافع وتؤكد وتظهر كيف أن الكائن الصهوني إجرامي مجرم ما يقوم به هو ضد القانون الدولي والقرار سيصدر ربما في نهاية السنة لكن بعض الناس مرة أخرى تقول لك آه نهاية السنة متأخر والنس رأي الجوع والنس رأي تموت نعم لكن أن يصدر القرار في نهاية السنة خير من أن لا يصدر قضية الجوع والموت وهذا تقدر أدوات أخرى يعني لو غدا يخرج الشعب المصري في مظاهرات عارمة حتى يدور أن يطح بالسيسي ولكن يخرج ويفرض فتح رفح يتحل جزء كبير من المأساة لو غدا الشعب المصري يخرج ويدخلوا مئات الألاف من المصريين إلى غزة تتوقف يتوقف الكائن الصهوني على القصف لأنه سائقة المصريين وفي هذه الحالة نظام الحكم أي إن كان يجب أن يرد لو غدا الشعب المصري يحاصر سيسي ومخابراته وشرطه وخارجيته وداخليته ويصبح نظام مصري في حالة تشبه الإنهيار أو ينهار تتوقف الحرب في غزة لو غدا الشعب السعودي يخرج وينطفض ضد بن سلمان طبعا هذه مستبعدة جدا للأسف لكن يخرج وينطفض ضد بن سلمان وينهار نظام بن سلمان سواء عن طريق الشعب السعودي أو لنفترض أن واحد من المقرمين بن سلمان أقدم على تحييده مثلا أنا لا أدعو إلى ذلك لكن لو يقع لو يقع مثلا ويعتقل بن سلمان ويضع في سجن مثلا طبعا نحن العنف نرفضه في المطلق لكن تحييده بيوضعه في السجن مثلا اللي قال عليه القضاء تنهار الأمور بالنسبة للعالم الغربي يخشى على انهيار الانتيازات الهائلة في السعودية تقف الحرب في غزة نضيف لكم شيء قد تستغربونه لو غدا الشعب الجزائري يطح بهذه العصابات تقف الحرب في غزة لأنه ستكون هناك جبهة رهيبة أطاحت بأحد أبشع الأنظمة فينتبه العالم الغربي أنه ضرورة وقف ما يحدث في غزة لأنه في النهاية القرار قرار غربي وأمريكي بشكل أساسي رغم كل ما يقال إذن هناك أفعال وهناك أحداث قد تحدث قد تغير الوضع إضافة إلى هذا الصمود الأسطوري للشعب الغزي أو الغزاوي والفلسطيني عموما من بين أيضا ما حدث في هذه الساعات السابقة وهذا أصبح مزعج الآن بشكل كبير جدا وهو ما يحدث في اليمن فاليمن بالذات أقدم الحوثيون على تدمير باخرة سفينة وإصابة سفينة بريطانية يبدو أنها تغرق أو غرقت الآن وأصابوا سفينتين حسب ما صرحوا سفينتين أمريكيتين وأسقطوا طائرة طائرة مسيرة طائرة أمريكية مسيرة هذا وضع جاء نتيجة لم يحدث في غزة لأن بالنسبة لأنصار الله والحوثيين يقولون من أنهم هم لا يمكنهم أن يستمروا في وضع عادي وأهل غزة يقتلون قتلا بشعا ويجوعون تجويعا رهيما والكيان الصهيونية من عليهم دخول المساعدات إلا قليلا في الحقيقة اللي كانوا يكون منصفين الكيان صهيوني ليس كيان صهيوني فقط نظام المصري أيضا يلعب ضمر كبير في تجويع الشعب غزة وأهلنا في غزة ليس فقط تآمر عليهم لو كان كان هناك نظام عشرة بالمئة وطني ما نقولوش مئة بالمئة وطني أو مخلص لشعبه أو لمصر والله لن يستطيع الصهاينا أن يفعلوا ما يفعلون في غزة وهما يعرفوا أنه قد يكون هناك رد فعل من نظام مصري عنده مليون عسكري مليون عسكري وهما أيضا ربع الميزانيات روح للعسكري في مصر مثل عندنا إذن ما يحدث في غزة في الحقيقة سببه الرئيسي هو الاستبداد الرهيب في الأنظمة هذه اللي تسمى أنظمة عربية لو كان ما كانش استبداد في يعني لو كان حاكم ما يسمى بسعودية بلاد الحرمين حاكما مخلصا لشعبه ولي أمته ولي الملك فيصل على كل ما عليهم الملاحظات أحدث تغييرا هائلا في حرب 73 بقطع البترول تهديد به وثم قطعوه لبضعة أيام على دول غربية توقفت الحرب والمناسبة توقفت بعد أن أخذ الصهاينا المبادرة لأن صحيح كان فيه انتصار في البداية لكن فيما بعد استرجع الصهاينا المبادرة ومع وصول الأسلحة الأمريكية استرجعوا المبادرة وكانوا في حالة هجوم مضاد لكن توقفوا بعد قطع البترول ما حدث في غزة وهذه الفضاعات والهمجية والبربرية الصيونية سببها الرئيسي أنظمة حكم في المنطقة العربية أفضلها جبان ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه كثير منها متواطع تحت الستار وبعضها متواطع علنا عندما تقدم الإمارات والسعودية والأردن على إرسال البضايع للكيان الإسرائيلي بما فيها البضايع اللي هي ما يحتاجه لهاش مش ضرورية في حين أن هذا الكيان يمنع الأكل والشرب والماء الماء ممنوع مراكس تحلية المياه تم تدميرها إذن هنا حاكم الإمارات وحاكم السعودية وحاكم الأردن يلعب دور كبير في إيصال الأكل وإيصال المواد ضرورية وغير ضرورية للصهاينة اللي يمنعون الماء والخفص على أهل فلسطين واللي بعد ما قام الحوثي بما قام به هم قالوا آه فيه بديل ما كاش مشكل بواخر يمنعها الحوثي لإسرائيل إذن احنا نمر الأكل من دبي إلى مرورا بكل أراضي متسمى في السعودية إلى الأردن إلى آخره فهذا الحقيقة ودرك نشوفه حتى مجرم آخر وشقال اللي هو وزير خارجي المصري إذن طبعا هناك ضربة أمريكية أيضا ضد الحوثيين أمريكية وبريطانية لكن هذا وضع جاء نتيجة لما يحدث في غزر الأمريكا كل مرة تقول لا ما يقوم بالحوثيين لا علاقة له بغضر نظر على رأي الناس فيما يقوم بالحوثيين إذا كان يوافقه لما يوافقوش لكن لا هو في الحقيقة رد فعل الحوثيين قاموا بهذا بداية من 19 نبومبر فقط يعني بعد مرور 40 يوم على التوحش الصهيوني أنا لست مع هذه الخطوات مثلا اللي يدير فيها الحوثيين هذا ليس تبرير لما يقومون به لكن هذا التفسير لما يقومون به وهو وهم يقولونها صراحة سنتوقف على ما نقوم به إذا سمح لها الغزة أن يدخل لهم المساعدات التي يحتاجونها إذا هذا مشكلة للولايات المتحدة